بسم الله والحمد الله والسلام ورسول الله النهاردة نتكلم عن سيفي واحد لسه متخرج حديثا هو فعلا انا بشرف سيفي دلوقتي قدامي واحد لسه مشروط تخرج بتاعك الانبارح فهو بعد سيفي فنحنا كنا نتكلم بل كده الكلام عام عن اي سيفي ايه العيوب و ايه المشاكل الموجودة فيه وان شاء الله تلاقي الفيديو دوت في وصف الفيديو الحالي على اليوتيوب فدلوقتي ايه الحاجات الخاصة بواحد لسه متخرج حديثا اولا منطقيا ان السيفي بتاعه يبقى فاضي لو كتب ان هو خبرة عشرين سنة يبقى كده هو ايه بيهجص وما ببصش على سيفي خلص طيب دلوقتي ايه اللي هيماس السيفي ده عن اي سيفي تانيه ده يجب تدور على المزايا اللي فيك مفيش حد هيعرف فاك اكتر من نفسك فاعرف نفسك واعرف ايه المزايا اللي عندك السيفي بش حاجة فاضية بتجيبها من العنت وتعود تكتبها لان العنت ده ببقى فيه الحياة العامة اللي هي ادوكيشن اكسيبيريانس سكيلز فهتملاها وكل زمالك هيملوها بش يبقى فيه ميزة ليك عن غيرك ايه المزايا اللي انت ممكن تحطها اولا هتكتب مثلا الحياة اللي انت ادربت فيها تمام مثلا روح تدربت في كوكب كريبتون او كوكب المشترى هتكتب ان انت ادربت في المكان الفلاني وتكتب وصف اللي انت عملته في المكان دوت لان انت لو كتبت الخبرة بتاحتك بقى بش كده بش هكمل نص سطر ادربت في ثلاثة ربعة اماكن مش هكمل الصفحة فتكتب صفحتين او ثلاثة فيها الحياة البهاريزي اللي انت عملتها فبتكتب مثلا انا ادربت في كوكب كريبتون كنت مسؤول عن تسليح الحديد او كنت مسؤول عن الازهر المعماري او كنت مسؤول عن الشرف على العمال فاطر كم شهر وتكتب بعدد الاشهر اللي انت اشغلت فيها تمام مغير كدب لان كل حاجة بستقفش ماشي وهتكتب مثلا لو انت اتطوعت في حاجة تمام يعني سيفيلو قدامي واحد معنا في مجلة بيم عربية فمفروض دي اكتب انا كنت متطوع في مجلة بيم عربية بعمل فيها كذا 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 مسؤول مثلا عن المراجعة التقنية تمام اي حاجة انت اتطوعت فيها هتبدأ تعملها الكورسات اللي انت خدتها ممكن تكون كورسات اونلاين تكتب لان انت لحاجة كويسة بشوشة كورسات اونلاين بيقول له ان الرجل ده بيدور على العلم عن نت و بيدخل على كورسيرا و ادكس فدي مزي حلوة ايه البرامج اللي انت عارفها ممكن تكتب البرامج بتوسع شوية بمعنى ايه اتوكاد تو دي ايه الحاجة اللي انت بتعرفها ممكن تكون انت مثلا خبرة كويس انا يعني لما تشترى اتوكاد تو دي بابعرف فيرس المربع ومستثيل وحاجات ديات لا اكتب انا مثلا ايه من اول حاجة لحد ما بعمل publish واصدر للناس وكده الريفت انا بعرف اعمل مثلا ان هو شغال في التكييف يبقى انا بعرف اعمل حسابات على التكييف وبعرف اعمل اصدر ايه الاطوكاد مزبوط وبعرف اشغل مع الفريق وبنعمل سنفتريتزات مع بعض تكتب المزايل اللي فيها فوتوشوب دي كلمة عامة ممكن يكون واحد بيعرف بس ايه يحط صورته على صورة حمار وحكا زي كده يعني مش 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 متخصص فهو ممكن يكتب لا ده انا بعرف اعمل المجلة مثلا بالفوتوشوب وبعرف اعمل حاجات بروفوشنال وبعد كده ممكن تعمل حاجات اسمهات بروتوفوليو يعني بتعمل معرض لشغلك بتجيب ممكن بارواج متخصصة او بالبوربوينت تحط صور لشغلك وتصدرها بDF تمام الفيراي مستوىك فيه وصل لفين ستري دي ماكس تقول مثلا انا بعرف اعمل مودلينج وبعرف اعمل ازهر عليه رندر وبعرف اعمل يعني الحاجات اللي انت بروفوشنال فيها بحاجات مطلوبة مش اساسيات تبدأ تكتبها تمام البرامج اللي انت عارفها مستوىك فيها ايه الحاجات البروفوشنال لو انت مهندس انا ما بفضلش ان انت تكتب بالمايكروسوفت مكروسوفت اوفيس يعني مكروسوفت اوفيس كل الناس بتعمل شغل ورد وكسل وغير حاجات دي بس انت كتبها يبقى انت كده ممكن تتشغل في السكرتاري يقول لك طب خد اكتب لي الجواب دوت تمام فانت حاول تسوق لنفسك حاول تعتبر نفسك منتج وبتحاول تبيعه فبتظهر المزايا اللي عندك يعني مثلا مشروع التخرب بتاعك انت جايب فيه تأيدي رد ايه لو جايب امتياز اه اكتب امتياز لو جايب مقبول خلاص ما تكتبش مقبول ولا ما تكتبش حاجة خالص اه لو انت مسلا اتدربت في اي مكان سواء مسلا اه او رحت مسلا خدت دوره في معهد او كده هتبدأ تكتب الحاجات اللي انت خدتها دورات اللي انت خدتها اه لو فيه اي ميزة اي ميزة دور كده مع نفسك كده ايه الحاجة اللي انت حس انها ممكن تجزي بعين الواحد يعني فيه حاجة ممكن تكتبها الخطة المستقبلية اللي انت عملها. انا ناوي في الست شور الجايين دول. اتعلم مكتب فني. والست شور اللي بعديهم هدخل مسلا اتعلم في يعني تبدأ تكتب خطة مستقبلية في قلب السيفي مفيش مشكلة. تبقى حاجة مميزة وحاجة جديدة. ولاي الاول الصفات اللي مكتوبة فيها الخطة المستقبلية. تمام? في حس اوه ده رجل متخرج بس عامل لنفسه خطة. اه انه بعد تلاتة اربع سنين هيبقى واد مالوش حل. وانت كده كده بعد فترة هتلاقي السيفي بتاعك انت نفسك بتعمل اه تبديل فيه يعني الاول مثلا كنت كاتب اه تدريب. بعد كانت شغلت في شركة خلاص هتسبت ثبت في شركة وتلغي التدريب مثلا بعد فترة كنت كاتب انت حضرت مؤتمر كذا كذا. وبعد كده دلوقتي بتدي انت المحاضرات ديت فتكتب محاضر في كذا كذا. فليش تكتب الاثنين يعني السيفي بتاعك. مش مش عشان هو اول مرة بدأ بثلاث صفح. بعد ثلاث اربع سنين هناللي خمسين صفح. لا هيفضل برث صفح. وتشيل الكلام اللي هو مش مهم. او الاقل الاهمية وتخلي الحاجات اللي هي ايه ابرز حاجة فيك. لان لان بتاع ال او المهندس اللي يقوم في دي سفي بشيقى دي لون كله يقرأ السفي. لا ده هو عايز يقرأ خمس دهيق فيلاقي خلاص هي ابرز حاجات موجودة في السفي هي تك 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 دي ابرز حاجات ابرز مدايع عندك. دي ابرز حاجات وهيحصل عليها لما احيانا كانت